موسيقى السلام عليكم ورحمة الله المشاهدين الكرام اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من عينب بلدي حيث جاء في ابرز عنوينها لهذا اليوم قوات الاسد تقترب من المحطة الحرارية شرق حلب وجاء في التفاصيل عززت قوات الاسد وجودها في محيط المحطة الحرارية شرق حلب في سعيا لطرد تنظيم الدولة الاسلامية منها وفتح طريق من شرق المدينة الى شمالها وافادت وكالة الانباء الرسمية التابعة للنظام سانا ان قوات الاسد سيطرت على قريتي عين الذهب عين الجحش وشيخ دان في ريف حلب الشرقي وتقع القريتان شمال المحطة الحرارية وبسيطرة النظام عليهم تكون قواته قد اقتربت من احكام الحصار على المحطة الخاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية واضحت عدة صفحات موالية ان النظام السوري سعى لاستعادة السيطرة على المحطة الحرارية الخاضعة بتوليد الكهرباء والتي تعتبر ذات اهمية استراتيجية واقتصادية هامة وما يعزز اهمية المحطة انها تقع على طريق الواصل بين المنطقة الصناعية في شيخ نجار شمال حلب ومطار كويرس العسكري شرقه ما يؤدي الى توفير شريان عسكري هام بين المنطقتين وبالانتقال الى عنوان اخر الامم المتحدة المحادثات بين الاطراف السورية غير مباشرة قال المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوغريك ان المحادثات بين الاطراف السورية يوم التاسع والعشرين من كانون الثاني ستكون غير مباشرة ونقلا عن ديميستورا اوضح المتحدث انه سيتم اصدار دعوات بالان على معيار الشمول والوزن الذي يتمتع به الطرف المشارك وستكون اجندة المفاوضات وفقا لما نص عليه قرار مجلس الامن الدولي رقم الفين ومائتين واربع وخمسون كما ستوجه الدعوات بشكل واضح ايضا للنساء والمجتمع المدني ولكن اسعد الزعبي رئيس الهيئة العليا للمفاوضات قال قبل ساعات ان الهيئة علمت بموعد الاجتماع من الاعلام ولم تتلقى اي دعوة رسمية للان واعتبر ديميستورا في تصريحه اليوم ان الاولوية في المحادثات التي ستبدأ الجمعات القادم هي مناقشة وقف اطلاق النار ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية وادخال المساعدات وبالانتقال مشاهدين الى موقع الوريانت نيت نطالع فيه قوات الاسد تسيطر على مدينة الشيخ مسكين سيطرت قوات الاسد والميليشيات الشعية على مدينة الشيخ مسكين في ريف درع شمالي بعد شهر من المعارك العنيفة مع كتائب ثوار وافد مراسل اوريانت ان قوات الاسد والميليشيات الشعية دخلت احياء مدينة الشيخ مسكين الاستراتيجية التي تربط بين محافظة درع والقنيطرة والسويداء وريف دمشق الى جانب كونها عقدة مواصلات هامة بين مدن الزراع ونوى وداعل بريف درع واضح مراسل اوريانت ان قوات الاسد بدأت الحملة على الشيخ مسكين منذ ثلاثة اشهر واشتدت الحملة على المدينة قبل شهر حيث استقدم النظام عشرات الميليشيات الشعية من العراقي ولبنان وافغانستان الى جانب الميليشيات الفلسطينية الموالية للاسد وميليشيات الدفاع الوطني وبالانتقال الى شبكة شام نطالع في ابرز العناوين لهذا اليوم وزير الخارجية التركي لما كان للتنظيمات الارهابية في محادثات جينيف افاد وزير الخارجية التركي مولود شاويش اغلو تعليقا على مسألة تأجيل اجتماع جينيف ان هناك بعض الدول لم يسمها تحاول التدخل في وفد المعارضة السورية مؤكدا ان بلاده تعرض ذلك جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال مشاركته في اجتماع الحوار السياسي على مستوى الوزراء بين تركيا والاتحاد الاوروبي في انقرة واضح تشاويش اغلو ان المطالبة بمشاركة تنظيمات ارهابية مثل وحدات حماية الشعب الكردية في وفد المعارضة انما يعد اجهادا للمفاوضات مشددا على ان مثل هذه المطالبات خطيرة للغاية وبينات تشاويش اغلو اهمية بدء المفاوضات بين المعارضة السورية ونظام الاسد في اقرب وقت ممكن لافتا الى ان هجمات قوات الاسد وبدعم من قوات ايرانية وغطاء جوين روسي ضد المدنيين في سوريا اوقعت العديد من القتل مشددا ان الحالة النهائية في سوريا هو الحل السياسي ونبقى مشاهدين في شبكة شام ونطالع في عنوان اخر الاطراف الدولية يسعون لتحقيق تقدم على النصر وتنظيم الدولة في سوريا قالت ممثلة السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني ان اللاعبين الدوليين يريدون انتقالا شاملا في سوريا بمشاركة كافة الاطراف وتحقيق تقدم ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته موغريني مساء امس الاثنين في العاصمة التركية انقرة عقب اجتماع الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الاوروبي واشارت موغريني الى ضرورة التحرك المشترك بين تركيا والاتحاد من اجل حل ازمة اللاجئين التي تعد احدى اهم المسائل الحالية مؤكدة على حاجة الاتحاد الى تعاون وثيق مع تركيا واوضحت ان الخطوات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية وتأسيس جو الثقة ستلعب دورا محوريا في انقاذ حياة الكثير من السوريين ونطالع ايضا الامم المتحدة بن كيمون لن يحضر المفاوضات بشأن سوريا قال المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوغريك ان بن كيمون لانه شارك في اجتماع جنيف المزمع عقده يوم الجمعة المقبل بشأن سوريا وفق ما اعلن المبعوث الاممي ستيفان دي بيستورا في مؤتمر صحفي واضاف في مؤتمر صحفي في نيويورك لا توجد خطط لدى الامين العام للمشاركة في اجتماع جنيف يوم الجمعة المقبلة بشأن سوريا وارتفى قائلا سوف تعقد المحادثات بين الاطراف السورية يوم الجمعة تساوى الاشرين من كانون الثاني الجاري بشكل غير مباشر في اجتماعات مفصلة بين المبعوث الاممي الخاص السيد دي بيستورا والمشاركين في المحادثات وكما تعلمون فقد اعلن سيد دي بيستورا في جنيف عن تأجيل نعقد المحادثات الى يوم الجمعة المقبل بسبب خلافات بين المشاركين في المفاوضات حول مسألة توجيه الدعوات والشخصيات المشاركة وبالانتقال مشاهدين الى موقع دي دابليو الالماني نطالع فيه منح جائزة المانية مرموقة لتغيير الجينات الوراثية وفي تفاصيل هذا العنوان ابتكرت الفرنسية ايمانيل شاربونتيني والامريكية جينيفر دودونا اداة قادرة على تغيير الجينات الوراثية ويمثل هذا المنهج مقاربة واعدة لعلاج الطرابات جينية وتصف شاربونتيني هذا النظام كادات متعددة الخدمات فخلال بحوثهن توصلت البحثتان الى نتيجة مفادها ان البكتيريا التي تهاجمها فيروسات يتعرف عليها الانزيم الكيميائي على الحمض النووي لتلك الفيروسات المهاجمة ويتم تسريب الانزيم الكيميائي الى الموقع الصحيح للحمض النووي للفيروسات ويقسم حمضه النووي مثل المقص والحمض النووي عبارة عن رمز احرف يتكون منه الارث الجنائية والنظام المبتكر يتعرف على تسلسل تلك الاحرف في الشفرة الجينية ويمكن برمجته على رموز محددة وهناك يعمل على قص الحمض النووي وفي تلك الفتحات يمكن للعلماء مثل ازالة الجينات المصابة وتعويضها باخرى سليمة وننتقل المشاهدين الى صحيفة النهار اللبنانية ونطالع في هذا العلوان السجائر الالكترونية تجعل الاقلاع عن التدخين صعبا يعتقد المدخنون ان السجائر الالكترونية ستساعدهم في التوقف عن التدخين الا ان العكس تبين للباحثين من جامعتين كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وقام البحثون بمراجعة نتائج ثمانية وثلاثين الدراسة التي اجريت في جميع انحاء العالم حول استخدام السجائر الالكترونية وخلصات الى ان المدخنين الذين يستخدمون الاجهزة كانوا ثمانية وعشرين بالمئة اقل عرضة لانهاء تدخين التبغ وقال المؤلف المشارك في الدراسة ستانتون جلانتز في بيان صادر عن الجامعة المفارقة هي ان البالغين والمراهقين يعتقدون ان الاقلاع عن التدخين هو احد الاسباب الرئيسية السجائر الالكترونية وفي وقت يعتبر المدخنون ان نفخة على السجائر الالكترونية هي اقل خطورة من نفخة السجائر التقليدية يتناسون ان سجائر الالكترونية اكثر خطورة اذا تبقي الناس في حالة تدخين شبيه بتلك التقليدية وبالانتقال مشاهدين الى موقع العربي الجديد نختم فيه الملابس والذكية اتية اعلن باحثون امريكيون انهم يعملون على تطوير ملابس ذكية قادر على تعديل حرارتها تلقائيا لتتأقلم مع الاحوال الجوية سواء الباردة او الحرة لتقي من يرتديها شر البرد او الحر من خلال حفظ حرارة الجسم او تنفيسها تهدف هذه الملابس الى تأمين الراحة للجميع ضمن مروحة واسعة من درجات الحرارة قد يكون العمل في مبان ومكاتب حيث انظمة تكييف الهواء مركزية ولا يمكن تحكم بها مرهقا لكثير من الموظفين لجهة اختيار درجة الحرارة التي تلائمهم دون الاخرين بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة دمتم بألف خير الى اللقاء اشتركوا في القناة